مشاهدينا الكرام مساء الخير أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من هنا مسبير وهنبدأ حلقتنا بمجموعة من أخبارنا أول خبر معنا عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة حوكمة منظومة إدارة المحاجر بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ودكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلي الجهات المعلنية خطوة مهمة جدا للحفاظ على ثروات الدولة وعدم إهدارها زي ما عارفين طبعا أنه كثير جدا بيحصل إهدار لممارسات خارج نطاق المحاجر المرخصة بالإضافة طبعا إلى استخراج كميات تفوق الكميات المبلغ عنها وفق هذه الحوكمة والإدارة الجديدة هيكون فيه رقابة على المحاجر وقاعدة بيانات للمحاجر معنا خبر تاني حول إعلان القوات البحرية المصرية أنها تسلمت الغواصة S4-3 من دولة ألمانيا والغواصة دي ضمن أربعة غواصات كان تم تعاقد عليها ما بين مصر وألمانيا وتعد الغواصة S4-3 هي تمتلك إضافة تكنولوجية وقتلية كبيرة جدا وإضافة كبيرة للقوات البحرية المصرية في إطار الخطة التموحة لتسليح وتطوير القوات المسلحة المصرية نشوف معكم هذا الفيديو ونعود مرة أخرى القوات البحرية المصرية جاءنا مرة تانية معنا خبر حول اعتماد الحكومة لعدد من الضوابط للإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية بالتنصيق ما بين وزارة السياحة والأثار ووزارة الصحة والسكان وفقا للإرشادات الصحة العالمية لتعقيب على هذا الخبر معنا الأستاذ سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق أستاذ سامي أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بك أستاذ سامي أستاذ سامي تعقيبك على ما خرج من بيان الحكومة حول الاشتراطات الجديدة لبدء العمل بالنسبة للسياحة الداخلية وعودة الفنادق مرة أخرى إزاي تابعت الاشتراطات للحفاظ على الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا والله اشتراطات جيدة جدا ومفيدة في ظروف الجائحة الكورونا ولكن المهم التطبيق الفائلي على أرض الواقع لأن القطاع السياحة بالتأكيد تعرض لضربة قاسمة بعد جائحة الكورونا على رغم أنه كان بدأ يتعافى طبعا كان بدأ يتعافى وكنا ماشيين بمعدلات جيدة جدا ومعدلات ممتازة ولكن الظروف الأخيرة أصلت على القطاع تأثير كبير جدا وده اللي خل الحكومة اتخذت هذه الإجراءات لتسهيل عوجة الفنادق ولكن بطريقة تدريجية أستاذ سامي هل نقدر أن نقيم حجم الخسائر بإثر جائحة كورونا قد إيه؟ لا الخسائر كبيرة جدا ليست على مستوى مصر بس دا على مستوى العالم خسائر في قطاع التيران نعم وفي قطاع الفنادق هناك خسائر بالمليارات وكل دول العالم متأثرة بشدة وانت هذيك عارفة أن صناعة السياعة تعتبر صناعة الثالثة على مستوى العالم وصناعة مهمة جدا وخاصة بالنسبة للمصر كان لها دخل بيعادل مسعى حوالي مليار أو أكثر من مليار دولار شهري فتأثرنا بشدة ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن الجهة ستعدى على خير والمهم الأهم شيء أنه صحة المواطنين خل الحكومة بتعود بشكل تدريجي ووضعت اشتراطات صارمة للفنادق للعودة بنسبة 25% ولكن المهم زي ما قولي حضرتك التطبيق العملي على عرض الواقع وأن دور وزارة السياحة في مراقبة بسألك بقى مراقبة هذه الإجراءات ما إذا تتم أو لا تتم خاصة أنه ضمن الاشتراطات بالنسبة للفنادق اللي هتقوم بهذه الإجراءات بشكل جيد ممكن أنها تزود نسبة الإشغال من 25% إلى 50% آه طبعا ما هذا يتم بشكل تدريجي بناء على إمكانيات الفنادق ومدى التزامع بهذه الاشتراطات اللي وضعتها الحكومة المصلة في وزارة السياحة ولكن يجب على وزارة السياحة أن هي تتابع بشكل دوري هذه الاستراطات من خلال قطاع الفنادق بالوزارة ومن خلال غرفة المنشآت الفندوقية لأن احنا مش عايزين نرجع وبعد كده تحصل انتكاسة أخرى صحيح ونعود للغالق مرة أخرى فعلا مجرد مرة أخرى فده لازم يجب أن يوضع في الاعتبار بالإضافة إلى سلوك المواطن نفسه صحيح سلوك المواطن لابد من أنه هو يكون عنده وعي بأن هذا المرض يعني مرض شديد ويجب أن احنا ناخد الحذر منه أستاذ سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق أنا بشكرك جدا على هذا الاتصال الحقيقة طبعا أنه كلام مهم جدا محتاجين فعلا أننا نحقق التوازن ما بين عودة الحياة مرة أخرى وعودة عجلة الإنتاج بشكل تدريجي وفي نفس الوقت تأخذ بالاعتبار الإجراءات الاحترازية فيه برضو مسئولية مش بس على المنشآت كمان على الأشخاص أنهم يحافظوا على صحتهم وعلى صحة أسارهم مسئولين كمان على المجتمع بشكل عام محتاجين أننا ندفع بعجلة الإنتاج مش عايزين أننا نعود مرة أخرى للغلق إذا تم قفزة في الأرقام الأرقام فعلا لحد دلوقتي هي مطمئنة لكن برضو في قفزات كبيرة جدا فمحتاجين أننا نزوج هذه القفزات أكتر من كده معنا كمان خبر عن اجتماع رئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكان هذا الاجتماع بخصوص الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول واستعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية في ضوء تدعيات فيروس كورونا فضلا عن تطورات خطة الحكومة لنقل الوزرات ومختلف أجهزة مؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة نشوف معاكم هذا التقرير لاجتماع رئيس ورعود مرة أخرى اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيسي مجلس الوزراء بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أسفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استراد الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية في ضوء تدعيات فيروس كورونا فضلا عن تطورات خطة الحكومة لنقل الوزرات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة وقد وجه السيد الرئيس باستمرار العمل والمتابعة الدورية لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية مع الالتزام بتطبيق أهل درجات الوقاية وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعملين بالمواقع للحفاظ أعلى سلامتهم وقد استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة بما تشمله من طرق ومرافق فضلاً عن المشروعات الإنشائية والمجمعات السكنية الرئيسية إلى جانب البنية التحتية اللازمة لما يكنت الوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة في إطار التحول الرقمي للدولة كما تم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية بما فيها مختلف المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية والسكنية الجاري إنشاؤها وفق أعلى المعايير الهندسية والبيئية عودة مرة أخرى معنا خبر عن العراق تبدأ اليوم جلسة تصويت عن حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ويجتمع الخبراء أن العراق الأمام أمام مفترق طرق إما تشكيل حكومة والمضي نحو الاستقرار أو الرجوع إلى دائرة مفرغة قد تؤدي إلى تدعيات وخيمة على دولة العراق معنا اتصال التليفوني لتعقيب على هذا الخبر مع الكاتبة الصحفية العراقية لينا مظلوم أهلا بكي معنا أستاذا لينا متى الخير تحياتي أستاذا لينا يعني طبعا إحنا النهاردة منتظرين أنه المفترض أن يكون فيه تصويت من قبل البرلمان العراقي على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اللي هو طبعا زي ما نعرفين أنه قام بإرسال تشكيلة الوزرية للبرلمان العراقي وفق المعطيات السياسية الحالية والواقع العراقي هلنا توقع أن تحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة؟ بالتأكيد هي أزمة ينظرها الحديد من العقر إذ أن التلاعظ والمماطلة من البيت الشيقي إذا جاز لنا التثمية مثل أن طرح ليس فقط مصطفى الكاظمي حتى فيما جرى في الترشيحات السابقة هي رهبة لمجرد فكرة أنهم يساندون بعد أن يتهمون بأنه موالي لأطراف دولية معينة وكل هذا الكلام الذي ذكرت هي مجرد رغبة في الاستعراض وشو بمعنى أن بين هذه القيادات البيت الشيقي وبين رئيس الجمهورية دكتور برهام صحيح وهذا الشد والجد كان واضحاً وصل إلى درجة بعض الميليشيات الموالية للقوة إقليمية ولا تطبع أجهرة أعلنت تعمي أن ولاءها إلى قوة إقليمية غير العراق هددته بشكل مباشر في وقت ما فإذا نحن أمام هذه التجالبات هم يقبلون ثم يعترضون وبعدين قاموس السياسي في العراق يعني يمي أشرح للمشاهد المصري أنه متغير بمعنى أن كلمة المحاصفة أصبحت تساوي كلمة موازنة أو توازن وهي ذات نفس المعنى الرديد الذي رفضه الشارع واليوم لجان التنسيقية الأمس بدأت المظاهرات واليوم لجان التنسيقية وأنا على ظواصل معهم أعلنوا بعد عشر تيام مليونية كبرى رضاً نفس الطلب وإصراراً لأن فكرة الانتشار طبعاً الأجواء الصحية التي يشهدها العالم أصرفت النظر لكنهم قالوا أنهم أعلنوا أنها مجرمت استراحة محارف صحيح الحقيقة أستاذة لنا أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه العراق منها التحديات الأمنية هل سيستطيع رئيس الوزراء المكلف مصطفى القادمي قادر على تحقيق ما جاء في خطابه أنه ينزع الأسلحة من الميليشيات المسلحة وأن يكون هناك حل للقوات الأجنبية الذي ينقى بالعراق من هذه التجاذبات الإقليمية؟ أولاً بالنسبة لنزع السلاح على الميليشيات هذا الوعي سمعه المواطن العراقي أكثر من عشرات المرات وكل مرة يفشل بمعنى أنه من الصعب الأمور الأمنية المعقدة في العراق من الصعب جداً ونحن نتمنى وهذا الوضع الصح لأن ساحات الاعتصار هي مع القوة الوطنية للجيش العراقي وهذا لازم يتفرق بينه وليس مع ميليشيات المسلحة هذا الوعد أتصور أنه من الصقب ويواجه أدة تهديدات أمنية ونحن راقبنا منذ أكتوبر كيف نقلت إيران إلى بغداد ساحة طرعاً ما يتحدث في قادة الثواريخ القصر الصاروخي وكل ما جرى منذ أكتوبر العام الماضي بالإضافة إلى ما ذكر من حوالي كمية عن تشكيل ميليشية جديدة فكرة أن إيران ما زالت تدور في نفس الرحل صحيح المعلومة واضحة الكاتفة الصحفية لنا مظلومة بشكرك على هذا الإضاح نعلم أن العراق يواجه الكثير من التحديات سواء الصراعات الإقليمية والصراع النفوذ الأمريكي الإيراني بالإضافة إلى التحديات الأمنية وأيضاً التحديات الاقتصادية بسبب جائحة كورونا وأيضاً بسبب أسواق النفط وتراقع أسواق النفط الحقيقة نأمل أن العراق يخرج من هذا المأزق وتتم تشكيل الحكومة الجديدة نشوف معكم هذا التقرير خبر يهمك ونرجع مرة تاني أهم خبر دايماً قاعدنا فترة مهتمين بيه هو خبر كورونا هلأ لقينا مصلي جديد ليه هاد الأعداد الأعداد بقت كام إيه المصلي جديد في العالم كله كل مصر وكل العالم مهتم بالموضوع كورونا أهم خبر الواحد قرأه والوقت يمتابعه الدور اللي بتكون بيه كوات المسلحة والشرطة المصرية فأخذ الطر موضوع بقري العب وأخذ الطر في قتل جنوبنا اللي هم ملهمش زنب في أي شيء خالص إحداث المرور فتحت أبوابها للترخيص ونرخص مصحوبة يعني كل ما يخص المرور فلازم ناخد احتياطاتنا برضو إن إحنا نلبس جونتي نلبس الكمامة يعني ناخد بالنا من نفسنا ونبال الآخرين الخبر الجميل اللي أنا فرحت بيه جداً إن عودة السياحة 25% معنا 25% بس إحنا نلتزم لو التزمنا والحكومة شفتنا ملتزمين هتفتح 50% 60% وده شيء جميل رجعنا مرة تانية معانا خبر حول تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق ويعني تابعنا يعني معانا أعتقد صور لهذه الجولة ويعني كان هناك تصريحات لدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكلفات من رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على استكمال كافة مراحل المترو والارتقاء بالخدمات اللي بيقدمها زي ما احنا متابعين أنه يرافق الدكتور مصطفى مدبولي المهندس كامل وزير وزير النقل واللواء خالد عبد العالم وحافظ القاهرة وكما كان أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالإجراءات الاحترازية يعني الموجودة وسط العاملين في هذا المشروع الكبير معانا كمان خبر تاني حول أكاديمية البحث العلمي وإعلان أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لتسعين منحة استثنائية موجهة من برنامج علماء الجيل القادم لعام 2020 في الدورة السبعة للبرنامج اللي بتحمل اسم العالم المصري دكتور فاروق الباز والتقدم يبدأ من النهاردة 4 مايو واستمر حتى يوليو القادم من خلال موقع الأكاديمية هذه المنح تأتي ضمن خطة الأكاديمية لنقل وتوطين التكنولوجيا وأن مجالات المنح تتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة في الفقرة التانية تلتقو مع الزميل عمرة أنديل وحوار مع اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأرقان لإحياء ذكرى العاشر من رمضان نحن طبعا متابعين في الأيام الماضية قيام القوات المسلحة المصرية بتنفيذ سلسلة من العمليات النوعية بالتعاون مع الشرطة المصرية في وسط وشمال سينة بالتعاون مع الشرطة وقاموا بمدهمة 22 موقع وتنفيذ 16 عملية نوعية أصفرت عن مقتل 126 تكفيري جاءت هذه العمليات كرد سريع لدي العملية الإرهابية التي وقعت الخميس الماضي في بئر عبد وأدت إلى استشهاد عشرة من ضباط وجنود القوات المسلحة طبعا تحية لي شهداءنا الأبرار والأرواح شهداءنا الأبرار الذين راحوا ضحية هذا حادث الأليم وأيضا شهداءنا الأبرار الذين راحوا ضحية كالكتير من الحوادث الإرهابية اللي تمت على مدار السنوات الماضية عايز أقول بس أنه شهر رمضان الكريم دائما يعني يشهد مطلوات القوات المسلحة ولا يزال حتى الآن وطبعا هذا الشهر أكد في نفس الوقت زيف الدعاءات هذه الجامعات التكفيرية التي تزود من العمليات الدموية والإرهابية في هذا الشهر الكريم نشوف معكم هذا التقرير الذي يوثق عمليات القوات المسلحة المصرية ويوثق ويكشف حجم الخسائر التي ألحقت بالإرهابيين فاصل ونور مشاهدين الكرام في كل مكان مساء الخير وأهلا بحضراتكم هنا مصبيرو ما زلنا بنحتفل منذ الأمس بذكرى عزيزة علينا جميعاً هذه الذكرى الحقيقة مر عليها أكثر من 47 عام يعني داخلين على نصف قرن ولكن لا يمكن أن تنسى فهي محفورة في تاريخ مصر وتاريخ العالم المعاصر الذكرى انتصار العاشر من رمضان هذه الحرب وهذا الانتصار الذي غير وجه العالم الذي غير وجه القوى وتوزيع القوى العسكرية والسياسية على مستوى العالم كله هذا الانتصار المفاجئ الذي كان غير متوقع الحقيقة والذي اتبعت تكنيكات جديدة جداً وأساليب جديدة ما زالت بتدرس في المعاهد العسكرية والكليات العسكرية حول العالم حتى اليوم الانتصار الذي أزهل العالم بقوة وكفاءة المقاتل المصري والإنسان المصري بدرجة الذكاء العالية هذا حتى كانوا يسمونه بالرادارات البشرية هذا الانتصار الحقيقة حفر في قلوبنا الكثير وغير في الشخصية المصرية الكثير ويمكن تدعياته مدالة مستمرة حتى اليوم أن أعداء الوطن وأعداء المصريين ما زالوا بيدبروا لنا المكائد وما زالت الحروب دائرة في سيناء ضد الإرهاب كل ده أنا بعتبر الحقيقة أنه من تدعيات نصر العاشر من رمضان أو السادس من أكتوبر في أكتر من عامل الحقيقة أدى لهذا الانتصار الغير متوقع وقتها حنتكلم فيه مع ضفنا اللي مشرفنا السيد اللواء محمد الشهاوي الخبير الاستراتيجي والمستشار بكلية القادة والأركان أهلا بحضرتكم أهلا بك اسمحني ما لش أنا بقول أنه انتصار كان غير متوقع من العالم كله ودي حقيقة انتصار أكتوبر ما كانش يوم 6 أكتوبر بس أو العشر من رمضان بس إنما هو بدأ قبله بسنوات منذ حرب الاستنزاف وبداية حرب الاستنزاف وأستمر بعده بسنوات حتى معاهدة السلام وتحقيق الأمن واسترداد آخر شبر من أرضنا إنما هنا أنا حبدأ مع حضرتك بعنصر التوقيت اختيار التوقيت العشر من رمضان إنه غير متوقع أن الجندي المصري يحارب وهو صائم في عز الضهر اليوم سبت اليوم اليهود لا بيأكلوا ولا بيشربوا ولا بيشتغلوا فيه التوقيت كله كان مدروس وكان غريب جدا تكلمني عنه هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا احنا بنقدم التحية لأبطال الجيش المصري أبطال قواتنا المسلحة وإلى شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا في حرب أكتوبر المجيدة التي نحتفل بالذكرى السابعة والأربعين لها أمس واعتبارا من أمس وبرضو بنقدم التحية إلى الزعيم البطل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام وبنقول أن حرب أكتوبر وبالرغم من مرور أكثر من أربعة عقود حتى الآن ما زالت تفريده بالاستراتيجية واسلوب التخطيط وكيف انتصرت مصر على الجيش الإسرائيلي الذي كان يدعي أنه لا يهزم نجد أنه كانت هناك عبقرية عبقرية في اختيار توقيت ساعة الصفر لماذا شهر أكتوبر ولماذا يوم السادس من أكتوبر ولماذا الساعة الثانية ظهرا وليس في أول ضوء أو آخر ضوء كما هو متبع في كل المعارك العسكرية السابقة نجد أن شهر أكتوبر وقبل اختيار هذا التوقيت كانت هناك دراسات مستفيدة عن المجرى الملاحي وسرعة الطيار في هذا المجرى الملاحي وتوقيت المد وتوقيت الجز والفصول بتاع السنة كلها أنسب شهر وجد أن أنسب شهر هو شهر أكتوبر لأن الجو بيبقى خريف له حرارة عالية في الصباح وبرودة كبيرة جدا في المساء ولكنه جو صاف معتدل معتدل بالإضافة إلى أن في هذا الشهر كان يوافق أكتوبر يوافق شهر رمضان وطبعا شهر رمضان فيه طاقات إيجابية روحية لا سقف لها بالإضافة إلى أن شهر رمضان أيضا كان له دور في خطة الخداع الاستراتيجي فنجد أن استبعاد التوقع بحرب في شهر رمضان إسرائيل بتقول أن ده شهر سيام شهر كسل شهر أن نقعدين قدام التلفزيون بالليل ونايمين بالنهار هو ده في دمقهم ولكن ما يعرفوش أنه أنه فيه طاقة روحية كبيرة للمصريين بالإضافة أيضا إلى أن العملية عملية حرب أكتوبر كانت تسمى العملية بدر تيمنا بغزوة بدر التي كانت في 17 رمضان وكان فتح مكة في شهر رمضان وكانت معركة عينجلوت وكانت اللي مصر استطاعت أن تصد تقدم التطار وتحمي الإسلام وتحمي حتى الدول الغربية لأن كان المغول جايين يكنسل قدامهم حتى يصلوا إلى الغرب تمام مصر في شهر رمضان وكانت يوم 25 رمضان وبقيادة سيف الدين قطز والجيش المصري استطاع أن يوقف ذحف هؤلاء التطار وبالتالي بنجد أن شهر رمضان لا فيه خداع أن هو العدل الإسرائيلي حيقول بقى سايبين طول السنة وحيجوا يحربوا في شهر رمضان بالإضافة لأن شهر أكتوبر أيضا بيعتبر كان تم اختيار هذا الشهر أيضا لأن كان فيه كثير من أن العملية بالتنصيق مع الجانب السوري هي عملية مشتركة بين مصر وسوريا ولو كانت أخر عن كده في شهر نوفمبر أو ديسمبر بيكون هناك فلوك في سوريا وبالتالي شهر أكتوبر هو المناسب في ذلك أما لماذا يوم 6 أكتوبر 6 أكتوبر حضرتك كان يوم سابت زيما سادك تفضلت ويوم السابت بيكون فيه يحرم حتى العمل في ذلك اليوم يحرم كل شيء على اليهود بالإضافة إلى أنه كان يوافق عيد في العقيدة اليهودية وهو عيد الغفران وفي هذا العيد برضو بيحرم الخروج من المنازل أساسا بالإضافة إلى أن يوم 6 كان يوافق 10 رمضان اللي احنا بنحتفل به بسنة أمس 10 رمضان بيبقى الليل طويل والقمر بيكون بدر وبالتالي نستطيع أن نقوم بعمليات قتالية ليلية استعدادا لأن الدربات المهاجمة اللي جاي لكن أهم شيء هو الساعة الثانية يوم 6 أكتوبر وليس أول ضوء وآخر ضوء لأن في هذا التوقيت ساعة 2 بتبقى الشمس في وش الطيارين الإسرائيلي اللي جايين يستهدف قواتنا وفي ظهر الطيارين المصريين أثناء استعدادا وبالتالي ما يوضحوش الرؤية تبقى كاملة وبالتالي كان هناك عبقرية في اختيار التوقيت هذا ساعة السفر الحقيقة طيب هننتقل من العبقرية في اختيار التوقيت للعبقرية في تركيبة الشخصية المصرية والجندي المصري الحقيقة اللي شاهده العالم كله يعني إيه هنتكلم عن الروح المعنوية للجندي المصري وأدي كانت مشحونة وكان فيها إصرار وعزيمة هل بترجع ده بس حضرتك لأنه قام بالحرب في شهر رمضان الكريم بما فيه من روحانيات ولا كمان لطول انتظاره لهذه الحرب منذ هزيمة 67 وهو ينتظر طبعا بجانب انتصارات حرب الاستنزاف إنما ينتظر الضربة الكبرى ينتظر هذا اليوم فعلا أنا عاوز أقول لحضرتك أن يوم العشر من رمضان ليس بداية الانتصار ولكن سبقوا قبل كده عمليات بطولية كبيرة خلال الست سنوات في حرب الاستنزاف نقدر نقول أنه سبقوا خمسمائة يوم انتصار تدريب كامل تدريب وتطعيم على أرض المعركة والقيام بعمليات عبور علشان يأخذ ثقة وعلشان يعرف أن العدل الإسرائيلي عندما يتم عملية إغارة وعبور القناة بالليل وأغذى أسير أو أغذى سلاح خلاص بتسقط الخوف وبيكون هناك ثقة عاوز أقول لحضرتك أنه في فترة الاستنزاف ديت وقبل مرحلة الاستنزاف اللي بدأت 9 سبتمبر سنة 69 إزاي أن هو كان إسرائيل هي أساسا لها قواتها الجوية متفوقة طبعا وكان لسه حائط الصواريخ لم يستكمل لسه لن نستطيع أن نلم وبنبني قواتنا المسلحة التي 80% من طياراتنا انضربت على الأرض ومع ذلك أن بعد أقل من شهر وفي الأول من يوليو سنة 77 كانت هناك معركة رأس العيش وفي شهر أكتوبر كانت هناك تدمير المدمرة إيلاد وبالتالي كان بناخد ثقة لدرجة أن يعني أي شيء بيبقى جاي كده على قواتنا كانوا بينزلوا في الملاجئ أي شيء لدرجة الخوف كان لما بيشوفوا طائر زي حداية ماشية في الجو كان كله بينزل خوف لكن على زال نقصر حدة الخوف دي بدأت عملية العمليات اللي بتقوم بها وأعمال التدريب وبناء القوات المسلحة والتدريب وحتى أن كان فيه عمل يعني زي بروفا على عبور القناة طب هيعبر القناة فين بدأ على طيار ترعة الإسماعيلية يعملوا كأنها قناة ويعبروا من الغرب إلى الشرق كل ذلك علشان من سيبش وقت في هذا التوقيت حتى أن كان هناك خط برليف وهناك القناة منع طبيعي خط برليف ده اللي قيل وقتها أنه أقوى حتى من خط ماجينو الفرنسي وخط سيكفريد الألماني أنا أور على حضرتك وبالتالي هذا الخط كان هو سميه خط برليف لأن برليف كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في ذلك التوقيت وإنحنا إزاي نعبر كان الخبراء يقولون علشان مصر تستطيع أن هي تتغلب على هذا الخط عايز قنبلة ذرية ولكن مصر كانت تمتلك قنبلة ذرية من نوع آخر وهو الجندي المصري الذي عقيدته النصر أو الشهادة استطاع أن يقهر ويدمر هذا القارض وصاحب فكرة خراطيم المياه طبعا الألواء باقي ذكي يوسف لازم نسكر أنا عاوز أقول لك حضرتك ده سبب رئيسي في الانتصار كانت لك مصاحب كثيرة جدا علشان نقتحم خط برليف مصاعب ساتر ترابي ارتفاعه 22 متر ودرجة الميل بتاعته حد جدا إزاي أن هذا الساتر لا وما ليه بفقر وما ليه بفقر وما ليه بفوهات النبالم كمان وفي في إطار الحرب النفسية وسيادتك أنا بشكرك على ذلك في إطار الحرب النفسية كانت إسرائيل بتقطت بأن تجعل مياه القناه نار أيه من خلال المانع الحارق أيه وكان للحرب الكيميائية التي أتشرف بأنني كنت رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق كان لها دور في مجابهة هذا المانع الحارق أيه المانع الحارق ده كان هناك تجهيزات وبها مواسير المواسير دي بتدفع النبال والسولر وتشعل النار النار دي كانت ارتفاحها خمسة متر ودرجة الحرارة سبعمية نعلم استحالة أي بشر أنه يتحملها نعلم أن الماء يغلع عند مية ده سبعمية حتى السمك في المية كان بيشوى وكانوا بقى في إطار الحرب النفسية بيعملوا أستاذ عام لو هما بيعمل التجربة دي في المكروفونات يقولها المصريين عن إحرائك في النار دي إيه ده إيه ده الصلف والغرور طب أنا عايز أسأل حديثك بقى هنا بمينة كنت مسؤول عن هذه وحنرجع تاني لنقطة مهمة كمان تانية اللي هي بقى العملية الثورة المعلوماتية اللي كانت حصلة عندنا وعملت لهم رعب يعني نعم حنتكلم مدام فتحنا الكلام عن الحرب الكيموية عايز أتكلم عن دور هذه الحرب الكيموية في حرب أكتوبر وإذا إزاي استفدنا منها بعد كده كمان في حروب أخرى وفي مراحل أخرى في مقاومة الإرهاب وإزاي بنستفيد منها النهاردة في عمليات التعقيم والتطيير ضد حربنا ضد فيروس كورونا وفعلا ده سؤال في عجل يعني مختصر طبعا نحن نعلم أن الحرب الكيموية كان لها دور كبير في حرب أكتوبر المجيدة هذه الحرب اللي هدمت نظرية الأمن الإسرائيلي وكسرت ذراعها الطولة وهذا متى الجيش الذي كان يدعي أنه لا يهزم بالتالي أن الحرب الكيموية كان لها دور وهو إعداد القوات المسلحة للعمل تحت ظروف استخدام العدو أسلحة تدمير الشامل إيه أسلحة تدمير الشامل في أسلحة نووية إزاي نجابه نفسنا وإزاي نقي نفسنا منها هناك أسلحة كيميائية وهناك أسلحة بيولوجية مثل فيروس كورونا يعتبر سلاح بيولوجي طبعا إزاي أنه نعد قواتنا أنه لو العدو الأسرائيلي وهو العدو رقم واحد لمصر والعرب هو العدو الأسرائيلي وبالتالي إزاي نقي نفسنا منه من خلال بدليل أنه فوهات فوهات النبال اللي كانت مزروعة على طول خط برليف نعم والنبال كان مادة محزورة دوليا من استخدامها هي تعتبر أنه كان مأمن بها خط برليف إحنا عندنا الأسلحة الكيميائية دي عبارة عن غازات حربية ومواد حرق المواد الحرق تعتبر من أسلحة التدمير الشامل أيضا وإزاي أنه إحنا علشان الحرب الكيميائية تقوم بتدريب القوات من خلال منظومات تسليح من خلال مسكات مواد ومحلل تطهير تستخدم علشان يعني تقوم بإزالة الأثر الدار للغازات الحربية وإزاي أنه إحنا في المانع الحارق كان هناك يعني خط هناك محورين محور أنه إحنا نضرب القزنات اللي فيها المادة الحرقة دي لكن كانت موجودة تحت الخرصان المسلحة الاقتراح الثاني أنه إحنا بالليل وقبل اليوم ستة بالليل يوم خمسة مساء تعبر قوات تسد فتحات النبال مديا بحيث لما يجي يشغلوها تاني يوم ما تشغلش ما تشغلش بس كان الإسرائيليين في فترة للسنزاب كانوا كل يوم الصبح يعملوا تشيك وفحص على التجهيزات دي بتشتغلوا اللي بتشتغلش كل يوم سبعة ما عادة يوم ستة لأنه كان يوم سبت ويوم عيد قاموا بالفحص الساعة عشر صباح ويكونوا يشغلوا ولا تجهيزة اشتغلت فبالتالي استدعوا الصيانة الصيانة كانت في تلة أبيب وعندما أتت إلى القناة كانت بعد الساعة الثنين وكانت الحرب آمد طب إحنا علشان ممكن فتحة من الفتحات يعني لا تسد فالحرب الكيميائية قامت باختراع مادة كيميائية تعالد بها الأفرولات اللي بيلبس الجنود وتغطى بها القوارب اللي هي قوارب العبور بحيث أنها تكون مادة ضد الحريق أيضا الحرب الكيميائية كان لها دور في ما يسمى تعمية النقطة القوية والعساكر بتاعة السواريخ المواجهة المضادة للدبابات اللي وقفة على الساتر والطرابي اللي موجودة من خلال ما يسمى بسواريخ الدخان ساروخ يطلق عليه يقوم يعمي كل عناصر الملاحظات وكل المغذفات الموجهة المضادة للدبابات حتى أن الكباري نعلم أن الكباري علشان تنصب لا علشان الدبابات تعدد الشاطئ الشرقي لابد أن يكون هناك كبري فالكبري ده ممكن ينضرب بالطيرات نعمل نشأنا كباري خداعية وقمنا بإخفاء الحقيقي والخداعي بالدقان بحيث التيارة فوق لها عرفة هي تضرب فين وبالتاني بيقل التصويب والتنشين وبنقدر أن نحن في خلال يعني عند منتصف يوم 6 أكتوبر كانت هناك خمس فرق مشاوة مدرعات في الشاطئ الشرقي وتم محاصرة كل النقطة القوية وتجمير منتصفها في أول يوم في أول يوم هنا احنا هنتوقف عشان نتلعف فاصل وزي ما بنقول نحن بنتذكر اللواء باقي ذكي صاحب بأكد تاني صاحب فكرة خراطيم المياه أحد الأسباب الرئيسية في الانتصار في خرب أكتوبر رحمة الله عليه وأيضا طبعا بنتذكر قائد الحرب والسلام من رئيس الراحل أنور السادات نتكلم على دوره فيما بعد الحرب كمان بعد ما نلجع من الفاصل وألا بد نحن نتكلم عن الدربة الجوية فبنتذكر الراحل رئيس محمد حسني مبارك صاحب الدربة الجوية أو قائد الدربة الجوية اللي حيغطت عملية بناء الجسور وعملية العبور الأبو الشاء الأولى اللي كانت خطيرة جدا والضربة الجوية هي اللي غطت كل ده وعملت أول هزيمة طبعا سيمفونية حنطلع الفاصل قصير وتقرير ونرجع مع حضراتكم مرة تانية لا شك أن الحرب العشر من رمضان السادس من أكتوبر تعتبر بحق ليست ملحمة واحدة ولكن جميع البطولات التي قام بها من أصغر جندي إلى صف الضابط إلى الضباط إلى القادة قادة الأفرع وقادة الفرق حتى الرئيس السادس صاحب قرار العبور يعتبر كلهم أبطال وكل المعركة بداخلها العديد من المعارك طبعا لما نذكر الملحمة دي نذكر اللي إحنا جيشنا كان قد التحدي جيشنا حقق معجزة ليست مجرد كلمة لكن دي حقيقة عادة القرامة للإنسان المصري وللشعب العربي لأن كان في هذا اليوم كان الجندي المصري كان عامل زي المارد اللي دخل كان خط برليف وهد خط برليف وبإيه؟ بحاجة بسيطة جدا جدا لخرطيم المية وجي عبر ناحية تانية وأدم بطولات عجيبة جدا 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 بقى الرجالة اللي قموا بالحرب واللي عملوه اجتياز خط برليف لا كانت أنا حد النهاردة كل ما بشوف المشاهد دي جسمي بيقى أشعر بأمانة يعني مش كلام الناس دي عملت حاجة هتفضل لو فيه سبب يخلى مصر بالشكل ده دلوقتي يبقى همه دايما مصر على الطاقة دايما مصر بتقدم كل موى كبير زي ما قدمنا حروب كتير ووقفنا في صعاب كتير قوي فمن ضمنها والذكرى اللي احنا بنفتخر بيها دلوقتي اللي هي ذكرى العاشر من رمضان ستة أكتوبر الحرب العظيمة للدنيا كلها بتتكلم عنها لحد النهاردة من أربع وأجمل الحكايات والقصص اللي تحكي هي حكايات الزباط والجنود والعساكر في تلاتة وسبعين بالأمانة عمل وملحمة قتالية العالم كله بيحكي بيها العالم كله أنا كنت لسه مع أصدقاء أجانب بنتكلم بيتم تدريس هذه البطولات وهذه القصص عندهم في المناهج مشاهدين أهلا بكم ووضعنا معكم مرة تانية ومع عضفنا اللواء محمد الشهاوي أهلا بخضرتك وكنا قلت في نحية عند نقطة مهمة عايزين برضو إن احنا لا نغفالها لأن الحروب العسكرية بيسبقها وفي أثناءها وبيعقبها حروب مخابراتية وبتلعب نفس الدور الحقيقة من على نفس القدر يعني لو قلنا إن احنا لحد حرب 67 كانت الحروب الاستخباراتية مشتعلة جدا في المنطقة بل في العالم كله ومعروف إنه السعي الأمريكية والاستخبارات البريطانية بتساعد المسادي الإسرائيلي وبتمدها بالمعلومات مش بس عن مصر عن المنطقة العربية كلها كمنطقة محيطة بها معروف إنها عندها أجهزة كمان بتمدها بيها كانت بتحرمنا منها وبتحرم العرب منها إحنا استخدمنا حاجة مهمة جدا لما القيادة استحديثت الحقيقة فرق الاستطلاع داخل حدود العدو داخل خطوط العدو وده كان من وقت حرب الاستنزاف من قبل العبور ومجمع كانت القوة البشرية دي كانت بتحل محل الأجهزة وبتجيب كل المعلومات بعد رحلات استطلاعية سرية إن خلت إسرائيل بقت كتاب مفتوح خلت المنطقة دي بقت كتاب مفتوح ده سالم كتير في انتصار أكتوبر وفيما بعد أيضا تكلمني حضرتك عن هذه الوحدات وأهميتها ومدى خطورة شغلها هو طبعا حرب أكتوبر بنسميها معركة الأسلحة المشترك يعني أسلحة مشتركة كله بيبقى فيه سمفونية في العمل كله بيخدم على السلاح الآخر بيبدأ في المواجهة عناصر الاستطلاع عناصر الاستطلاع دي فيها مجموعة نسمى عناصر الاستطلاع خلف الحدود خلف الحدود يعني ايه أو خلف مؤخرة العدو بتبقى يا إما بيتسللوا يا إما بتقراض بتبرهم إلى أقرب نقطة وبعدين هم بيعودوا في أماكن ممكن يعودوا شهور وإحنا فيه ناس قاعدوا ثلاث شهور في حرب أكتوبر ويبيمدوا قواتنا بأماكن الاحتياطيات بتاع العدو فين أمتى حيتحرك أي نوع السلاح اللي موجود ده عناصر الاستطلاع بالإضافة لأن هناك استطلاع إلكتروني إزاي إن استطلاع إلكتروني ده بيكتشف التحركات وخصوصا للعناصر المدرعة كان لها دور في حرب أكتوبر إحنا عندنا فيه طائرات حتى تسمى طائرات الاستطلاع يعني فيه طائرات مقتلة تضرب الأهداف وفيه طائرات استطلاع قبل ما تطلع طائرات المقتلة هي تستطلع وبتكون على ارتفاع عالي وتقول إنه عشان تحدد الأماكن والحشود اللي موجودة التي ستقوم القوات بضربها حتى المدفعية إحنا عندنا في حرب أكتوبر زي ما سيادتك تفضلت كان فيه سنفونية في هذه الحرب ضربة جوية بقوة 220 طيارة كلهم عبروا على ارتفاع منخفض ليه ارتفاع منخفض؟ وكله تزامن في وقت واحد الساعة 2 و 5 دقائق كانوا على صفحة قناة السويس ليه ارتفاع منخفض؟ علشان يتفادوا الردارات علشان يرفعوا الروح المعنوية لقواتنا اللي بقى لهم 6 سنين متشوقين انهم يحرروا الارض والعرض بالاضافة الى انها ترسل رسالة لإسرائيل بمدى كفاءة الطيارة المصر خلصت ضربة جوية بقوة 220 طيارة وطلعين من كل القواعد والمطارات شوفوا التخطيط والتدريب بقى خلال 6 سنوات ازاي كلهم طيارة جاية من قاعدة في أسوان وطيارة من الإسماعيلية الاتنين يكونوا في وقت واحد ساعة 2 و 5 ايه التدريب ده؟ ايه الكفاءة دي؟ خلصت هذه الضربة الجوية كانت هناك قصفات مدفعية تسمى التمهيد النيراني 2000 مدفع اطلقوا 121 ألف دانا في مدة 53 دقيقة بمعدل 10500 دانا في الدقيقة الوحدة و175 دانا في الثانية بالتالي لما إسرائيل بقى في هذا التمهيد النيراني كل الحمام النيرانية عليها تعمل ايه؟ العساكر تنزل في الملاجئ طبعا شايفين لمدة ساعة طبعا طبعا احنا في الساعة دي نعمل ايه؟ مت عمل عسكري ازالة ألغام فتح الثغرات باستخدام 350 مدفعا نحية ان الموضوع رائع سمفونية ولن نمال من الكلام فيه لنا سمفونية عسكرية حربية بدلين بتدرس حتى اليوم في المعاهد العسكرية الغربية انما هو للأسف ان وقتنا فات حيكون لنا لقاء تاني نتكلم بقى عن ما يحدث الآن تماما اللي هو الجزء التاني من الحوارة اللي هو التشابه طبعا التشابه بما يحدث الآن انا بشكر حضرتك جدا جدا سيدة اللواء محمد الشاوي الخبيلي استراتيجي والمستشار بكلية القدر والاركان والقوات المسلحة المصرية بألف خير نورتنا أهلا بك وكل سنة وكل الشعب المصري طيب وبخير وقوي وفي ظهر جيشه ونلقاكم مجددا ان شاء الله هنا مسبيرو شكرا